تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله برقية تهنئة من الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني أعرب فيها عن أطيب التهاني والتبركات إلى سموه بمناسبة نجاح إطلاق أول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي يحمل اسم ضوء واحد وأشهد سمو رئيس الحرس الوطني بدعم صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد وجهود سموه واهتمامه بالكوادر الوطنية المبدعة وتحفيزهم لتعزيز قدرات مملكة البحرين في المجالات التقنية والعلمية والبحثية وقطاع علوم الفضاء وتحقيق مزيد من النجاحات الوطنية دعيا المولى عز وجل أن يوفق سموه لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه اشتركوا في القناة